جددت وزارة الصحة دعوتها لجميع المواطنين والمقمين في مملكة البحرين إلى المبادرة بتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا بهدف تحقيق المناعة الجماعية بما يسهم في القضاء على الفيروس والعودة للحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن مشيرة إلى أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من التطعيم قد بلغ حتى مساء أمس 471 927 شخصا فيما حصل 245 481 شخصا على الجرعة الثانية من التطعيم مملكة البحرين تواصل جهودها في التصدي لفيروس كورونا حيث أكدت وزارة الصحة على أهمية عدم الانتظار لحين توافر تطعيم شركة محددة وإنما أخذ المتوفر منها لزيادة عدد أفراد المجتمع المتحصنين من الإصابة بالفيروس وتحقيق المناعة الجماعية ونوهت بالوعي المجتمعي والتجاوب الإيجابي مع الحملة الوطنية للتطعيم مؤكدة عدم وجود قوائم انتظار للحصول على تطعيم سينيفورم وسبوتنيك ويمكن الحصول على موعد لتلقيهما في وقت قصير وقياسي وأكدت الوزارة تصدر مملكة البحرين عالميا في نسب الحاصلين على التطعيم من السكان وتبوؤها مركزا متقدما في جهود التصدي للجائحة موضحة بأن جميع التطعيمات التي اجتازتها مملكة البحرين لمواجهة فيروس كورونا تساهم في صنع الأجسام المضادة وبالتالي تقوم بتحفيز مناعة الجسم لمقاومته لذا يتوجب على الجميع التعاون والمبادرة بأخذ التطعيم للمساهمة في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار الفيروس وشددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التراخي والتهاون بها حتى بعد تلاقي الجرعة الأولى أو الثانية فالالتزام والتطعيم من الوسائل المثلى للتصدي لفيروس كورونا منوهة بأن الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي التطعيم قد تكون واردة حيث أن الحصول على المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة فالجسم يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة وبعد الجرعة الثانية سيحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين للوصول إلى المناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم مضاد للفيروس وبينت الوزارة أنه بالتطعيم يحمي الشخص نفسه وإسرته ومحيطه داعيتنا الجميع إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية بتشديد الحرص على الاستمرار بالإجراءات الاحترازية ومواصلة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية للتصدي للفيروس خصوصا تجنب التجمعات والالتزام بلبس الكمام إضافة إلى أخذ التطعيم لزيادة المناعة المجتمعية والمساهمة في القضاء على هذه الجائحة وذلك سعيا نحو تحقيق السلامة وحفاظا على صحة الجميع مشددة على أهمية مواصلة الحيط والحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي الفيروس كورونا بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر